ترجمة نانسي قنقر لقبيلته ولابن جلدته هذه الاشتباكات الأخيرة بين القبيلتين خلفت بحسب شهود عيان ما يربو على الأربعين قتيلا وعشرات الجرحة وبحسب كثيرين وبحسب مصادر عليمة بأن التباطئ في تنفيذ منذ الترتيبات الأمنية الخاصة بإقليم دارفور هي أسهمت في هذه النزاعات التي تنشأ من حين لآخر به هذا الإقليم أعني إقليم دارفور مطالبات كثيرة من المواطنين بضرورة تنفيذ منذ الترتيبات الأمنية لحقن الدماء وكانت مجلس السيادة قد كون قوات مشتركة ذات مهام خاصة لحماية المدنيين العزل في إقليم دارفور ولكن بحسب كثيرين وبحسب دارفوريين أن تنفيذ منذ الترتيبات الأمنية هو الذي يؤمن حقن الدماء وإقرار السلام الذي تم توقيعه في عاصمة جنوب السودان جبا إذن هذه النزاعات القبلية التي تنشأ من حين إلى آخر وليد وبالرغم من التهديئة والمصالحات التي تكون غالبا بواسطة الأهالي إلا أنها سرعان ما تنفط هذه الاتفاقات وتعود أيضا الاشتباكات القبلية من جديد والتي يدفع ثمنها الأبرياء بهذا الإقليم دارفور طارق نحن نتحدث عن تقاتل بدأ منذ يوم الثلاثاء الماضي لا أعرف إن كان مستمرا إلى حد هذا اليوم الجمعة أم لا ولكن هل من إجراء رسمي أو موقف رسمي يعني اتخذ أو أعلن إذا هذا التقاتل نعم حتى الآن ليست هناك معلومات متوفرة ولكن لجنة أمن الولاية تقول إنها قد يعني بسطت سيطرتها على هذا الاشتباك وأيضا هناك يعني العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها لعدم تمدد هذا النزاع القبلي بين القبيلتين وحتى يتم حقن هذه الدماء وغالبا وليد في مثل هذه الاشتباكات يتم دائما التنسيق ما بين الأهالي وما بين القوات النظامية والأمنية بالولاية لضرورة رأب الصدع وإحداث وفاق ما بين القبيلتين المتنازعتين حتى لا ينفجر الموقف ولا تتفاقم مثل هذه الأزمات